أسس النظام الاقتصادي في الإسلام الوحدة السادسة الأسباب المشروعة في كسب الملكية الخاصة ثانياً عقد السلم ألف مفهوم السلم السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة إلا أن السلف يكون قرضاً لكن السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق وسمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلس وسلفاً لتقديمه والسلم في الشرع هو أن يسلم عيناً حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل وقيل عقد موصوف في ذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد فقوله عقد على موصوف يخرج المجهول فلا يصح السلم فيه للجهالة وقوله في الذمة يخرج السلم في الأعيان الحاضرة إذا تعاقد عليها وقوله مؤجل يدل على اشتراط الأجل في السلم فيخرج السلم في الحال وقوله بثمن مقبوض يدل على اشتراط قبض رأس مال السلم في مجلس العقد احترازاً من بيع الدين بالدين المنهي عنه لأنه من صور الربا والسلم نوع من البيع وتشترط له شروط خاصة إضافة إلى شروط البيع المتقدمة وصورته أن يشتري التاجر الفكيل من التمر مثلاً من المزارع والتمر غير موجود وقت العقد بقيمة متفق عليها على أن يدفع التاجر المال مقدماً ويسلم المزارع التمر وقت وجوده مع مراعاة شروطه با مشروعية السلم السلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع فمن الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعر ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً ومن السنة النبوية حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم رواه البخاري في صحيحه وأجمع أهل العلم على جواز السلم ومشروعيته جيم شروط عقد السلم يشترط لعقد السلم عدة شروط زائدة على شروط البيع وهي فيما يلي الشرط الأول تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد الشرط الثاني ذكر وصف المسلم فيه وجنسه وقدره الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه دينا موصوفا في الذمة الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها كثيرا الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه مؤجلا أجلا معلوما الشرط السادس وجود المسلم فيه غالبا وقت حلول العقد ها تطبيقات عقد السلم المعاصرة لبيع السلم تطبيقات كثيرة من أبرزها ما يلي أولا تمويل المزارعين وذلك بأن يمول المصرف أو البنك المزارعين لدورة زراعية تقل في العادة عن سنة فالزارع يلجأ إلى المصرف الإسلامي ويتعجل الثمن لشراء مستلزمات زراعية على أن يعطي للمصرف جزءا من محصوله في نهاية العام الزراعي أو عند حصاده لتحقيق التنمية الزراعية ثانيا تمويل الحرفيين والصناع وذلك من خلال إمدادهم بمستلزمات الإنتاج والمواد الأولية أو المواد الخام التي يحتاجون إليها في أعمالهم عن طريق تقديم ثمنها لهم وتطبيق السلم في المعاملات المعاصرة ليس قاصرا على الأنشطة الإنتاجية والصناعية فقط بل يمكن تطبيقه في أكثر من ذلك ويتعامل به التجار والأفراد فيما بينهم إذا اقتضت الضرورة إليه عوضا عن التعامل بالربا